اشتركوا في القناة المسيحية شهدت على الكثير من الأحداث الأليمة مع بداية الحرب اللبنانية في العام 1975 حيث دخل المسلحون أنزاك ما دفع بأبنائها إلى الخروج من ضيعتهم قصرا إنها بلدة لخريبة الجرد العكرية الجميلة بجمال أبنائها وجمال تبطهم وصمودهم وبقلوبهم النقية وها هي الخريب اليوم تشهد لولادة جديدة مع عودة عدد من عائلاتها ومع تعيين الخوري كامل كامل كاهنا لهذه الرعية في شهر كانون الأول العام 2015 فعادت هذه العائلات لترمم مع الخوري كامل كنيسة ماريوسف عادت لتشهد بأن دماء شهداء البلدة لم تسقط هدرا الخوري كامل كامل وخلال ترأسه قداس الأحد في كنيسة ماريوسف بحضور مختارة بلدة والفعاليات قال أنتم تشهدون اليوم لقيامة بلدة بقي على دفنها أربعين عاما والتي تشبه الإصابات في كانون الأول العام 2015 أوفده المطران جورج بوجاودي ليخدم في هذه الرعية ورعية سيدة العطاية في دار أبيا فاستوقفته هذه البلدة لسيمة محبة كبار السن فيها الذين لا زال ينبضون بروح المعاندة والشباب وقال أنزاك لقد أتيت إلى هذه الرعية والخوف بداخلي وذلك لعدم وجود عائلات فيها أنزاك وعندما أقام قداس الأحد الأول قال له أحد كبار البلدة المسيح قام يا أبونا فأجابه الخوري كامل حقا قام وكأن هذه العبارة مشاهدين هي نبوءة بأن الحجر قد دحرج عن خريبة الجرد العكرية كما دحرج عن قبر المسيح خلنا نشوف نحن ويكون مشاهدين الريبورتاج ومن ثم نعود لمتابعة المحاولة الخاصة بخريبة الجرد العكرية هي شهدت على الكثير من الأحداث الأليمة مع بداية الحرب اللبنانية في العام 1915 حيث دخل المسلحون أنزاك ما دفع بأبنائها إلى الخروج من ضيعتهم قصرا إنها بلدة الخريبة العكرية الجميلة بجمال أبنائها وجمال طيبطهم وصمودهم وبقلوبهم النقية وهي الخريبة اليوم تشهد لولادة جديدة مع عودة بعض من عائلاتها المسيحية ومع تعيين الخوري كامل كامل كاهنا لهذه الرعية فعادت هذه العائلات لترمم مع الخوري كامل كنيسة مار يوسف عادت لتشهد بأن دماء الشهداء البلدة لم تسقط هدرا الخوري كامل كامل وخلال ترأسه قدس الأحد في كنيسة مار يوسف قال أنتم تشهدون اليوم لقيامة بلدة بقي على دفنها أربعين عاما والتي تشبه الإصابات أنا اللي مجيت لهوني على هالرعية صدقوني خفت سيدنا لوين موداني هو سمع كلمة البابا فرانسيس بدي الكنيسة تروح إلى الأباعد وكانت هايدي السمرة أني أجي لهوني على هالرعية فيها خوف لأنه ما فيها ناس ولمن كنا عم نقدس قديس الميلاد أحد الختيارية بتضيعة قال لي المسيح قام وكانت هايدي إشارة أنه بعيد الميلاد يقول هالكلمة المسيح قام لمن خلص القديس نزلت بستله إيده وقلت له حقا قام ولمن رحت على بيتنا عم بتأمل شو يعني ليه هالختيار عم بيقل لي المسيح قام وأنا عم بيقله بفرح حقا قام مع أنه هو كان لازم يقلي مثل ما منقول نحنا اليوم ميلاد مجيد وميري كريسماس وهو دي الخبريات ونزين الروج وبابا نوال وكل نصوا بالنسبة لإله هايدي كانت نبوءة أن المسيح قام من بين الأموات أي أن الحجر دحرج عن قبر المسيح بيد الله تعالى وأن الحجر سيدحرج عن قبر الخريبي كمان بإذن الله تعالى وتابع الأب كامل لقد أتيت إلى هذه الرعية والخوف بداخلي وذلك لعدم وجود عائلات فيها أنزاك وعندما أقمنا قدس الأحد الأول قال لي أحد كبار البلدة المسيح قام يا أبونا فأجبته حقا قام وكان في أرض خصبة أن أهلها البلدة الحبيبة سمعوها ورجعوا على ضيعتهم تيعمروا تيبنوا من أربع نيسان لحد ديت هلأ لمن زارنا المطران جورج أبو جودة السامي الاحترام وكان أغلبيتكم موجودين هون شهدتوا على بداية إزالة الحجر عن قبر الخريبي ويومها كلنا الخريبي قامت حقا قامت ولم نزل إلى اليوم نردد هذه البشارة أن الخريبي قامت حقا قامت ونحن جميعا شهود على ذلك وختم الأب كامل كلمته الروحية قائلا نعم أن أهالي بلدة الخريبي قد ظلموا وجار عليهم الزمن بقصوته وتهجروا قصرا إلى مناطق أخرى طلبا للأمان فأسسوا كياناتا لهم بعرق جبينهم وبقيت الخريبي هاجسا بأحاديثهم وقلوبهم ولم تغب عن بالهم وضميرهم بل بقيت نبضا حيا واليوم تحققت قيامة البلدة إذن مشاهدينا بعد أربعين سنة من التهجير إبان الحرب اللبنانية والأحداث التي ألمت بمحفظة عقار وتحديدا بهذه البلدات التي اليوم عمنا نذكرها عادوا أبنائها البلدية حتى يشهدوا للتاريخ الشتان ما بين نيسان 1975 ونيسان 2016 مشاهدينا معنا بستوديو نور الشرق وضمن برنامجنا وقفي موقف الخوري كامل كامل يقيلوا للفضل طبعا والدولة الأساس في بس الرجاء بنفوس المؤمنين وتشجيعهم على عودهم أيضا إلى هذه البلدة مع المختار مع مون السائد حزب القوات أيضا في محافظة عقار وأيضا كل الناس اللي بيحبوا هذه البلدة واللي عندهم حب لأرضهم لجزورهم ورفضوا أنهم يتخلوا عنها ولكن الظروف الآسية دفعتهم يتهجروا فيها مننا لفترة ولكن هلأ رجعوا وعادتها الولادة الجديدة لها البلدة مساء الخير يا أبونا مساء نور شكرا لحضورك معنا اليوم لإليك كل المشاهدين شكرا لإليك على صدافتنا تندوي على هالرعية على هالضيعة المظلومة يلي ظلمت مثل ما قلنا من أربعين سنة إلى حديث هلأ نعم أهلا وسهلا فيك أبونا كمان مرحب بمختار البلدة الأستاذ نبيل غصم مصر خير مختار مصر نور مدام شكرا على حضورك معنا اليوم بعرف جاي من الخريب يعني منه منه بالكلمة السهل النصيف اللي قطعه شكرا لإليك مشاهدينا فيكم اتبعونا بهيد الأثناء عبر البسء الإلكتروني المباشر كمان www.nursa.tv كمان من برنا بيتيح المجال لأبناء عكار إذا حبوا أنهم كمان يصير إلهم مداخلات عبر الهاتف عن العلم letting suppose 1 2 5 5 5 5 code 200 يقعر أبونا 40 سنة من منواق كلمة يعني تقال بسوسنا 40 سنة هي عمرتي رغمات كبيرة يبين من حياة الإنسان ونحن رح نحن Baba upcar وضعنا في الخريب ورأينا القلم ولكن لما من شوفها الرجائية التي حضرتكم بعثتوا بقول له المؤمنين منحسن أنه دع هيدا الحزن لازم يروح من عنا ولو أنه كانت الخريبي هلأ مجرد أطلال لأنه بدأ إعادة ترميم وبدأ إعادة أعمار ونهضة المائية من جديد ولكن إذا بنا استذكر نحنا بيك أبونا أبرز المحطات الآسية يلي رافعت هالتهجير على مدار أربعين سنة شو بيقول الخوري كامل كانت أنا مني مني بعيد عن الخريبي نحنا بضيعة حد مننا للخريبي بتبعد سبعة ثماني كيلومتر وأهل ضيعتنا لقريت هني وأهل الخريبي في كين وحدة مصار ومصير مصير واحد لأنه تعرضنا لنفس الظرف الأليم بالبداية الحرب 1975 ونحنا بنعرف أنه عكار مش من عاداته مش من تقاليده أهل عكار أنه يكون في عندهم شر لبعضهم إنما بال75 كل الناس تعرف أنه فيه أيادي غريبة فاتت على المنطقة وشجعت على أعمال العنف بشكل خاص ضد المسيحية اللي موجودين كانوا بكوراهم عم بيتعيشوا مع غيرهم من أوليد المنطقة وبعدنا لحديث هلأ عم نشهد لهيدا العيش الواحد بال1975 فاتوا المسلحين على القريت وعلى الخريبة وعلى رحبة وعلى منيارة وعلى تلعباس وعلى قبيت وعلى كل هالمنطقة فوق لا ترويعهم لا ترويعهم ولا تهجيرهم من أراضيهم يعني لمحطة السوداء بال75 إنه في الليحن بيزرع أرضه ما يقدر يروح على أرضه طي يحصدها ما يقدر يروح على المواسم طي يجني المواسم اللي تعب عليها كل السنة مع الظلم والأهر والضرب والعنف والدخول عنوة إلى المنازل والبيوت والتهديد والوعيد ومن ثم كانت الواقعة إنه الخريبة تهجرت بالألف وتسعمية وخمس سبعين وهي فعلا ذكرى مريرة على كل ولاد الخريبة وولاد الرعي وعلى كل ولاد المنطقة وهوني للمعلومات كمانها وللأول نحنا تنذكر ما تنعاد مش بس الخريبة تهجرت من عكار في كتير ضيعة كمان تهجرت طبعا هلا حتى البلدات المجورة يمكن كمانها حصل فيها نصف معينة من التهجير ولكن نحنا اليوم بدنا نخص الخريبة بهذه الخصوصية لأنه عم نحكي عن موضوع المطروح أبونا التهجير هو كان قاصي وبعرف أنه يمكن نتهجروا لمناطق بقضاء الكورة وتحديدا بمنطقة كسبة لأنه حصات من كل الأهالي اللي كانوا أنه كلهم كانوا موجودين هناك بس كانوا يترددوا يعني كانوا عندهم لحنين لأنه يجوا على الخريبة ويشوفوها الخريبة يعني لما بيطلع لك رجل كبير بالعمر بالتسعينات بالتمانينات بيقلك الحبة تتراب من أرض الخريبة ما بت يعني ما بتوزي كنوز الدني ولا أي منطقة ببيروت هيك قال علنا أدي هايدي مهمة هالكلمة أبونا وخصوصا أنه بكلامك اللي قلته بالإديس أنه أنت جيت على الضيعة وخفت أنه أنا جي كاهلة رعية ما فيها ناس واتقال لك الرجل الكبير باستنى قال لك أنه مسيح قام يا أبونا وهيدي كانت نبوءة مثل ما تفضلت وحكيت قدي اليوم هالصورة المشهدين عم نشوفها بعد ما صارها الخراب بالكنيسة الخراب اللي ألم بالضيعة نتيجة أنه إهمالها نحنا ما حنقول تم تدميرها لأنه أهملت وكلها بيوت قديمة من حجار وطين هلأ الواقع الراهن بعد التهجير أبونا شو صار كيف لحتى لملمتوا هالشمل كيف لحتى حوالتوا ترجعوا العيال للمنطقة خلينا نقول شغالي أنه دايما الحنين للأرض وانت بتعرفي أنه الإنسان المسيحي واللبناني وكل قروة معلق بأرضه لأنه أرضه هي حياته هي كنزه السمين وحيس يكون كنزكم هناك قلبكم هالختيار اللي أنت سمعتين اللي عم بيقول باللهجة العكرية كل تنكت الطراب من أرض الخريبة بتسوى كنوز الدنيا وبتسوى بنيات ببيروت هي حقيقة وهي اللي أنا لمستها أربعين سنة تهجير مموتة فكرة الخريبة هتضيعها بتأليدها وبعاداتها ومش ممكن أنها تموت لأنه هاي بأحديثن للأهالي بيورتوها لوليدن ولوليد وليدن نحن نقلعنا من ضيعتنا عنوة وأربعين سنة بترمز إلى رمزيتها أربعين سنة هي أربعين نهار صم المسيح بالبستين هي أربعين سنة قطع موسى بالصحراء وعمر الأربعين هو عمر النضوج أربعين سنة بيكفي بيكفي تهجير لضايعها وبيكفي حرمان لضايعها عانت الأمران عانت الأمران أول شي من جور الحرب وتانية من إهمال الدولة وتالتة من الظروف الاقتصادية اللي عم بيعيشوها أوليدا ليش راحوا على كسبة نحن بنعرف أنه كسبة هي منطقة بالكورة ومنطقة غنية بالزيتون وأهل الغريبة هي منطقة جبلية ما كان فيها زيتون وبفترة تشرين الأول تشرين الثاني كانون الأول ما يبقى فيه شغل بالحقل يكونوا خلصوا كل أشغالهم وهالفترة فترة ميتي ينزلوا على كسبة ليشتغلوا بالزيتون يشتغلوا بالأرض ويمونوا بيوتهم بالزيت وبالزيتون وكمان إذا كان فيه عندهم أجار مصاري ليقدروا يقوموا بعيالهم كانوا يترددوا نعم كانوا يترددوا على كسبة كل المنطقة فوق كانوا يترددوا على كسبة وعلى صغرطة وعلى مجلية ليشتغلوا لأن هني عمال وفي اللحين وبيعرفوا يعتنوا مضبوط بالبساتين لذلك لما نتهجروا كان أول محطة راحوا على كسبة واستقروا هونيك وكمان على الزيكرة أنه أهل الخيبي اللي من نزلوا على كسبة الدولة ما كان فيه دولة بهذاك الوقت يعني هني واجغوا مصيرهم لكن فيه أمم متحدة ولكن فيه صليب أحمر ولكن فيه صليب أحمر دولي ولكن فيه كاريتاس كانوا يشتغلوا باللبساتين ومنعرق جبينهم نشتروا أرض بكسبة وعمروا بيوت من دون ما حدا يساعدهم لحنا نتقل عند المختار تحتها عم نشوف كمان على شاشة مختار مشاهد للضيعة لما طلعنا على الخريبة ووجهنا لحضرتكم سؤال حول ما هي المشاكل التي تعاني منها اليوم خريبة الجرد العكرية قدمت لنا باقة من المشاكل والصعوبات مختار قدي عدد سكان بلدة الخريبة عدد سكان 741 ناسبي نعم ينتخي بتلتمية وعشرة في تلتمية وعشرة منتخبين نعم لدينا مشاكل كثير نحنا بالضيعة محروم يضيعتنا من كل شيء ما فيها ماء زفت ما فيها من الأربعة وسبعين نحنا داخل البلدة منا مزفتي ما فيها زفت داخل البلدة طرقات زراعية ما لدينا نحنا ما لدينا طرقات زراعية أبدا محرومي كثير عنا الضيعة وما عندكم بلدية ما في بلدية تلجأوا للمحافظة منلجأ للمحافظة صح مختار قلت أن المحافظة الأستاذ المحامي عماد لبك لم يجهره تحية اليوم تحية من القلب أنه وقف لجانب خريبة الجرد العكرية وساعدكم حتى عطاكم حوالي 40 رخصة أنه راح حتى يبلشوا يعمروا يعني عم يتسهل معكم بكل النواحي القانونية أدى كان هيدا الشيء يعني شكل عامل ارتياح لأبناء البلدية يرجعوا طبعا كثير كثير نحنا فعلا منوجه تحية لسعاد المحافظ عماد لبكي عملنا تسهيلات كثير عملنا 47 رخصة سكنية عملنا 47 رخصة سكنية نحنا وفيه هلأ كمان إسا في ناس عم بتقدم مشان الرخصة السكنية نعم عدد الطلبات اللي قدمتوها لوزارة المهجرين كانت أكتر من مئة طلب يمكن 102 نعم شو صار فيهم بهمنا نوضح اليوم للمشاهدين عم يشوفونا ونوصل صوتنا للكنيسة أيضا المعنية بهيدا الموضوع إذا في مجال كمانا تفرجينا تفرجيهم عبر الشاشة للمشاهدين كمانا هون في الطلبات 102 102 103 رحنا نحنا والأبونا كامل عند الوزير إليست شبطيني وحكينا فيهم عأساس إنه يمشي الحوار لحد هلأ بعد الدولة قل كلهم بعد ما رجعوا بعد ما رجعوا ناطرين إنه تعويضات ناطرين تعويضات صح 102 شو صار من حيثيات حول هيدا الموضوع شو عددكم الوزيرة مع إنه تساهلت معكم به تساهلت قال ما في مصاري بالسندوق ما في مصاري بالسندوق وزارة المهجرين ما في مصاري ما في مصاري بزارة المهجرين ما في مصاري بالسندوق بس مختار نحنا بالإضافة لها الشيء إنه ما في مصاري هلأ لاح نشوف لأبونا أكيد عنده ااطلاء تم Humane إنه مفريض يكون في صندوق خاص للتعويضات ما فيه اهتمام من الدولة لأ أبداً ما في اهتمام من هي şeyler دولة لمحافظة المحافظة عم يشتغل بمقام دولة هونestä مزبوط يعني يهتم وعم يطلع وعم بيحاول قد ما في يعطي حركة انمائية لهالمنطقة المحرومة 40 سنة المحافظ كتير كتير عم بيهتم بضيعتنا كتير بس انه من الدولة ما في اهتمام افدا من الدولة نحن منسيين بالدولة نعم شو اللي حيصير هلأ بهالمرحلة شو هنالعائلات ياللي رجعوا فيك تقلنا ياهن على الهواء يعني شو هلأ كل العيار رجعت تقريباً كل العيار العيار رجعت ست عائلات ست عائلات شو ست عائلات الكبيرة نعم ست عائلات الكبيرة يهو اللي مختار عم بيحكي عن ست عائلات تحكيت عدد لنا اياهم نعم غصن وجراج وطنوس ومخول ومخول والحزوري نعم مختار وقتا كنا عنكن قلت انه باكن بدي يكون لكم زيارة خاصة لغبطة الباطلية الكلمروني كاديرا مبشرة بطرس الراعي لحتى يطلع على الوضع اللي انتو فيه وتأرجو ان احنا حطينا مئة طلبين بوزارة المهاجرين وان صار الملف لحتى تحطوه بالصورة لحتى كمان يكون اللي دور يعني كبترك بهذا الموضوع بصفة انه هالرعيه هي رعية مارونية كمان بالدرجة الاولى شو لحيس هتطلعوا عند صاحب الغبطة اكيد هتطلعوا عند صاحب الغبطة ونزوروا نرجع نحكيه نحنا قبل حكيناه نحنا للبطرة حكيناه بها الموضوع حنرجع نحكيه بالموضوع نعم بخصوص طلبات المهاجرين عصاعد المي عصاعد الكهرباء كيف عم عيشوا به هالضيع مي 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 مهيئيا لا زي مي شفه ولما يري عنا بالضيع نحنا منشتري بالصغريج ما عنا مي ابدا وكهرباء كهرباء مشي يعني على طول نحن كهرباء بتجي لساعتين تنقطع 20 ساعة 22 ساعة كهرباء قليل كتير عنا بالضيع حتى لما عملنا مقابلات مع الناس الموجودة هونيكي حتى هلأ وسائل التدفئة كمان شوي صعب ايه ما في تدفئة ابدا لنا يعني بعضهم هني على الحطب نعم مختار كمان في الشي ان الواحد اليوم بيسأله انه بتنقص هايدي الضيعة كمانا يعني كل ما يزم لمستزمات الحياة المعيشية اليومية بالاضافة انه مراقص صحية ما في قريبة منا مستشفى حياة كتير بعيدة عنا يعني بدى حركة المائية كتير كبيرة بدى حركة كتير المائية عنا الضيعة كيف عم تقدروا يعني هونس الواحد بيفكر انه يا عمي اذا واحد صار على شي كيف بيقدر بسرعة يعالج الام وشو بتعمله يعني هلأ الحمدلله عملوا مستشفي اسمه مستشفي الحبطور دي بحرارة تبعد عنا اربع كيلو متر نعم يعني هلأ اذا لا اصمح على جد شي يعني صار في عنا مستشفي صار تقريبا شي سنة ماشي حالا بس بعيدة شواء اي اربع كيلو متر بعيدة نعم اه صليب احمر كمان في صليب احمر بحرارة كمان اربع كيلو متر ودفاع مدني فيه كمان بالمنطقة فهو كمان ابعيد شي خمسة كيلو متر عنا نعم ما بتحس انو لو كان في دار انو واحد كان في دار مثلا رهبات موجود به هالبلده الده بيساعد على ان عاشا روحيا كنسيا اجتماعيا صحيا نعرف الرهبات يعني ابونا بيلعبوا دورة تير اساسي بهيدا المواده ما بتطالبوا بان يكون في هونيك دارة مثلا رهبنة خصوصا أن الأقريات المنطقة المجاورة أو البلدة المجاورة هي أول كرسي مارونية انطلقت من عكار وتحديدا من هذه البلدة العكارية فكتير مهم يمكن إذا تواجد دار بهالبلدة أو يفتحوا مراكز صحية اجتماعية كمانا تساعد على توظيف أبناء هالبلدية اللي تهجروا ما بيساعد برأيكم هيدا على موضوع العودة مظبوط مئة بالمئة بيساعد كتير في ناس عنا كتير نحسا متعلمة ومنا عم تقدر تلاقي وظيفة يعني نحنا لما بينفتح دار أو مركز صحي أو حيا الله شغلي أنه بنستفاد كتير نحنا مننا فوق نعم تب اليوم اختار أنت على منبر تلفزيوني واليوم عكار عم تشوفنا من وجهة تحييلة كل محافظة عكار بأبنائها بشيبة بشبابها فعلا عكار أعطت الوطن أكثر من أي منطقة في لبنان شو بتقلهم لأبناء الخريبة القاتلين هلأ بالبلدية اللي عم يشوفونا وأيضا يلي بقون تحسون على العودة أكيد أنا بوجه تحيي لأولاد ضيعتي لأهالي الخريبة أنه يرجعوا على الضيعة يرجعوا على الضيعة والبواب مفتحة قدامنا كتير نحنا للخريبة في بواب مفتحة كتير للخريبة ويرجعوا ويرجعوا يعمروا كل اللي أخذ رخصة بتمنى على أنه يرجعوا يعمر بالخريبة نعم أبونا كنت قلت أنه في في إمكانيكم في صندوق مثلا للتعويضات في إحدى المواد بتنص على هذا الموضوع بما أن المقتل تفضلوا حكي أنه وزارة المهجرين يمكن عندها مشاكل مادية حسب ما أطلعنا ورغم أنه قبضت لوزيرة شبطينة كتير ارتياح بهذه القصة ولكن ها إمكانات دولتنا قلت أنه في إحدى المواد القانونية بتنص أن يكون في عنا صندوق للتعويضات تخبرنا عن هيدا النقطة هون حابقا نقول شغلة أنه نحنا ما عم نطلب حسنة من حدا نحنا بحسب القانون 93 الصادر سنة 1993 شهر أربعة يعني من 23 سنة معنيتها من 23 سنة كان لازم لخريبة يندفع للتعويضات المادي الأولى بهيدا القانون بتقول أنه إنشاء صندوق مركزي للمهجرين عنده خمس غيات أول شي تمويل العودة أي ضايع مهجرة ترجع على أرضها اثنين الإسكين وترميم المساكن أو تعميرها ودفع تعويضات إن كانت كرود عينية أو كرود مالية الهدف منه إنه تأمين المستلزمات الأساسية إلى هالأشخاص اللي يتهجروا كمانا بالإنون طب هو الوزارة المهجرين أو بفزلكة الإنوني اللي نحطت من أجله وزارة المهجرين إنه وزارة المهجرين طوعنا بجميع الشؤون المهجرين بالمناطق اللبنانية كافة أثنين تمكينهم من الاستقرار بأماكن إقامتهم وثلاثة المساهمة الكاملة بحقوق المواطنة وواجبيتها يعني اليوم بدي أحكي عن الخريبي كمواطنين عليهم واجبيت بس بالمقابل عندهم حقوق هؤدي أشخاص عم يدفعوا ضريبة من وقت ما تأسس الكيان اللبناني من سنة 1943 وصرختهم اليوم ليه نحنا ما تعوضنا من سنة 1993 في عنا وزارة المهجرين وفي صندوق مركزي للمهجرين بس إذا بتسمحي لي ستليا بالإنون رقم 242 الصادر بسبعة ثمانية سنة الألفين أعدل بإنون تاني إنه الإجازي للحكومة استقراض مبلغ مبلغ كتير كبير ألف واربعمائة وستة واربعين مليار ليرة لبنانية يعني حوالي المليار دولار وتوزعوا هؤدي على صندوق المهجرين وعلى مجلس الجنوب بين سنة الألفين 2001-2002 وتوزعوا على المحافظات اللبنانية بالإنون رقم 333 وزعوا حوالي 800 مليار ليرة على كافة المحافظات ومنا قضاء عكار مبلغ مليار و 869 مليون و 350 ألف ليرة لبنانية ليش الخريبة ما طلع لها؟ مع إنه طلبات المهجرين موجودة من سنة الأربعة وتسعين بوزارة المهجرين في عنا مية وطلبين ندرسوا ونحطوا بالجرور الخريبة عم بيقولوا على كل وحدة سكنية تهجريت سنة الألف وتسعين و خمس سابين بندفع لثلاثة مليون معالي الوزيرة الشبطينية رفعتها للخمسة مليون بس نحن بنعرف إنه التضخم المالي من سنة الألف وتسعين و تلاتة وتسعين لحد ديت هلأ ثلاثة مليون كانوا يسووا شيء هلأ ما بيسووا شيء ما بيعمروا شيء مقصودة ولا الخمسة مليون بعمروا مقصودة أن تم استثناء بالتخريبة مع هده للتعويضة؟ مقصودة ومش مقصودة نحن مش عم نتهم هده نحن عم نقول يا جماعة في عنا واقع انصرف مليار دولار بين سنة الألفين و واحد لسنة الألفين و ثلاثة ولعكار انصرف مليون دولار و أكتر من مليون دولار و أين حصت الخريبة؟ ما بدنا مني من حضا نحن في عين لنحق عم بيقولوا المختار في عنا السبعمية و واحد و أربعين نسمة هوضي مواطنين لبنانية أكتر من عشر سنين صرلوا إذا صرلوا أربعين سنين مهجرين بقى هني عمرهم مئة سنين و انت عم بتقولي انه القريات هي أول كرثة مارونة ما الخريبة حد القريات و في عنا بداربية يلي بعيدة عن الخريبة 2 كيلومتر مش أكتر فيها كنيسة عمرها 1400 سنة كنيسة داربية دار التعزي دار الحزانة دار الأيتام يلي هي من القرن السادس أو القرن السابع للميلاد الوجود المسيحي بعكار منه وجود صدفي من المعيب انه نحن اليوم بالالفين و سبتعش بعنا عم نحكي عن قضية محقة لجماعة هجروا كسرا و عنوة و ظلما من أراضيهم و انا باعتبر انه اليوم عدم دفع التعويضات و عدم مساعدتهم على العودة هو مخالف هو مخالف هو مخالف هو مخالف هو مخالف هو مخالف للأنون نحن مشكورة الوزيرة الشبطيني وزيرة الشبطيني قالت ما في مصاري بسندوق المهجرين صريحا وطلعنا لعن سيدنا البترك سيدنا البترك بيقول ليش فيه لغير الخريبي فيه مصاري و ليش للخريبي ما فيه مصاري الخريبي بدا ترجع فيه مصاري بوزارة المهجرين ولا ما فيه مصاري بوزارة المهجرين لأنه أهل إيمانهم أكبر بكتير من هاو الحسابات الضيقة طبعا وانت قلتين وها سيدنا اللي من وديني لفوق أنا شفت زلزيل بهالضيعة بيوت مهدمة فيه أطلال ما فيه حدا ما فيه نفس ما فيه حيات بس فيه ضيعة حلوة 5 مليون متر مربع كلها سوا مزروع وليد الخريبي ما تركوا الخريبي نهائيا بقيوا يطلعوا على ضيعتهم ويزرعوا على أمل أنهم يرجعوا بس ما فيهم يرجعوا من اللحم الحي والمختار عم بيحكي عن 47 أو 48 رخصة كل اللي يتعمروا لحديت هلا بالخريبي من جايبتهم الخاصة صح الدولي ما إلا علينا شي نحن بهيدا العهد منقله للرئيس الجديد اللي منهني ومنقله إن شاء الله بيكون عهدك ميمون وعهد انتصار على الفساد وانتصار على الزيت وانتصار على الجلد وانتصار على التهجير وقفال نهائي لملفات مهجرين كتير كبيري الخريبي ضيعة صغيرة ملف المهجرين فيها منه كتير كبير ما عم نحكي عن مصالحة بتكلف مليارات ما عم نحكي عن ملف متل ملف بريح ما عم نحكي عن ملف متل ملفات كتير كبيرة ضيعة طلعوا علي خبر المهجرين لفوق شايفوا فيها خرب تعرفوا شو كتبوا بالتقرير تابولون انه هاي دي بيوت غير صالحة للسكن لانه كان بدون انه يكون فيه بهيدا البيت فوق مطبخ وحمام وسلوم وبعرف مين مش عارفين انه هاي ضيعة ضيعة في اللحين ضيعة اشيوس ضيعة نمورة ضيعة اشخاص كانوا يفلحوا ارضهم ويأكلوا وبيعرق شبينهم كلنا صور بينا بهيك بيوت نعم مختار قبل ما نختم نحوال الاول شو الكلمة بتختم فيها حديثة في اليوم معنا انا بطلب من الدولة انه تلتفت على الخريبة نعم ومن الرجال السياسي التابعين لانه بعكار رجال السياسي المسيحيين كمان يهتموا ويلتفتوا على الضيعة انا بتفاجأ انه هالغموض السياسيين كمان بيحقها البلدات يعني مو بيصراحة يعني مش معقولي نحنا بالنسبة لبس بالدنيانا بس بالانتخابات نعم بيجوا بيزورونا بالانتخابات وبيغيبوا عنا كلهم اجوا لعنا على الخريبة وشافوا الخريبة شو هي مثل ما قال ابونا دايما صوت الحق هو اللي بينتصر وها هي الخريبة اليوم انتصرت وعم تولد مجديد وكل عمروا الابناء عكار هني بعرق شبينهم عملوا نفسهم بنفسهم لان ليست فقط الخريبة هي المحرومة عكار كلها محفظة محرومة وكأنه منا جزء من هيدا الوطن اليوم بعودة المسيحيين للخريبة وايضا البلدات الاخرى اللي تهجروا منا المسيحيين هونيك هي دليل واضح وصريح بان احنا متمسكين بهذه المحافظة ونحنا بدنا نصهم بصنع الدولة الحقيقية شكرا لألك مختار على حضورك معنا مشاهدين متوقف نحنا بيكون مع ريبورتاج خاصة ايضا عن خريبة الجرد العكاري نائها من التهجير اي بعد اربعين عاما لم يكن يحتفل بالزبيحة الالهية في كنيسة مار يوسف الواقعة في بلدة خريبة الجرد في محافظة عكار والتي شيدت في العام الفتسعمائة وخمسين ونالت نصيبها ابان الحرب اللبنانية العام الفتسعمائة وخمسة وسبعين لكن الأمر سرعان ما تبدل مع تعيين الخوري كامل كامل كاهنا لرعاية مار يوسف في كانون الاول العام الفين وخمسة عشر ومنذ ذلك التاريخ بدأ الاب كامل بزيارة الى ابناء البلدة الذين تهجروا لحثهم على العودة الى بلدتهم وارضهم وكنيستهم وهنا بدأت الولادة الجديدة للخريبة العكارية الاب كامل كامل اوضح في حديثا حصريا لتيلة لومير ونرسات ان الرعاية قد بدأت بهمة ابنائها ببناء كابيلا مار يوسف ما بين عشر واثناش نيسان العام الفين وستعاش تأكيدا على التجزر بالارض والتاريخ والقيم وبداية الايام كانت هالكابيلا اللي عم بتشوفوها اللي هي كانت كنيسة ولي كانت كنيسة معمولة من الحجر الطبيعي والخشب وطراب وكانت تنحدر على الغياب بتهدمت وكانت البداية من كنيسة مار يوسف كابيلا مار يوسف اللي هو حارس الفادي والفكرة الاساسية اللي عم نشهد عليها بهالرعية المباركة هي انه مار يوسف هو حرس يسوع هو وصغير ما تركه ونحن كمان مش مفروض فينا نترك مار يوسف هون بهالمنطقة لنقدر نشهد لرسالتنا المسيحية للعيش المشترك للعيش الواحد مع الجيري المباركي هذا وأشار الأب كامل إلى أن لدى البلدة مائة واثنين طلبا في وزارة المهجرين اللبنانية ولم يتم تحريكها بالرغم من أن الوزيرة أليس شبطيني قد فعلت كل ما باستطاعتها متسائلا أياقل أن تحصل كل البلدات والمناطق في لبنان على مطالبها وحقوقها باستثناء الخريبة العكرية ولماذا هذا الإشحاف بحق أبنائها الذين قصت عليهم الأيام نحن حلمنا أنه يصير فيه بالخريبة كنيسة كبيرة تسيع كل أولاد الخريبة بكل المناسبات وبقدساتهم بشكل خاص يعني مثل ما شفتوا أنتوا أنه كل أحد أولاد الخريبة وولادها الرعية عم يجوا من كل المناطق ويجوا أتسوا برعيتهم يعني من شهر كنون الأول 2015 لحديث هلأ كل أحد كل أحد عم تكون الكنيسة مليانية وهي نعمي من ربنا صحيح نحن بعهد جديد وهيدا بيفتح أمل لنا لكل اللبنانيين أنه هالناس يأخذوا حقوقهم حقها للخريبة أنها ترجع مثل كل المناطق في لبنان ليش بدوا يكون فيه مصاري لغير مناطق ولغير ضيع وللخريبة ما يكون فيه مصاري نحن في عنا مئة طلب موجودين بوزارة المهاجرين منجزين من سنة 1993 كل المناطق اللبنانية تعود عنها إلا على الخريبة لا كما لفت الأب كامل أيضا إلى أن البلدة تحتاج إلى ورشة عمل إنمائية تشمل البلدة بكميلها موجها الشكر إلى محافظ عكار المحام عماد لبكي لوقوفه إلى جانب البلدة وأعطائهم رخص للبناء للبدء بإعادة أعمار منازلهم مشاهدينا رجعنا لكم تنطبع نحن وياكم المهجرة الثانية من برنامجنا وقف موقف يلي عنوانا اليوم بيتمحوها حول عودة المسيحيين لبلدة خريبة الجرد العكارية مينضم لألنا بستوديو نور الشرق منسق عكار في حزب القوات البلدانية الدكتور نبيل ساركيس مصر خير دكتور نبيل مصر خير يا عكار شكرا على حضورك معنا وأيضا كمان معنا أدخوري كامل كامل كاهن الرعية مشاهدينا دكتور نبيل ساركيس كمان تابع عودة المسيحيين لبلدة الخريبة مثل ما تابع طبعا عودتهم لباقي القرى العكارية بيعتبر أنه هذا الشيء هو يدخل من استراتيجية الحزب المتبعة وأن عودة المسيحي لأرضه هي حق مكتسب دكتور نبيل يعني هذا المبدأ أو العنوان العريضي اللي انطلقتوا منه باعكار خبرنا عن عملكم ومساهمتكم بعودة المسيحيين لها البلدة حقيقة أنه نحن كحزب صحيح من المارس السياسي اللي هو حق أنه نحن عم بيرسوا من باب السياسة الوطنية من باب أعطاء المواطن حقه نحن شفنا أنه إذا بدنا نفوت بموضوع عكار تحديدا بعكار في عنا حوالي 173 قرية وبلدة في 73 قرية فيها وجود مسيحي ابتداءا تقريبا من الواحد بالمية لحتى المية بالمية إذا منجي منشوف في عنا حوالي 20 قرية تقريبا خادي من هالوجود يعني السكانة مش موجودين فيها هني مسيحيين أكيد بنسب متفاوتين بيبقى عنا حوالي 54 قرية فيها فوق العشرة بالمية من المسيحيين هذه نحن الدراسة التي عملناها عمليا من لقي الوجود المسيحي حقيقة موجود بحوالي 25 قرية والبقية أهلية أو مهجرين أو تركين لعدة أسباب من هنا إذا بدك نحن لأينا أنه لا نحن لأنه حقيقة مثل ما تفضل أبونا الأحداثية التي صارت نحن نعرف أنه عكار ليس هذه كانت نيته نحن عايشين بعكار وعم نشوف حقيقة أنه نحن متواصلنا مع كل الفعاليات الروحية والسياسية بعكار والاجتماعية والبلدية حقيقة كلهم صوا عندهم رغبة أنه كل شخص يرجع على أرضه إن كان من سمحة المفتي أو رئيس دائرة الأوافل الإسلامية شيخ مارك جديد يعني من حيية يلي دائما بنحنا على التواصل النحنوية إن كان رؤسة بلدية رؤسة اتحادات لأحزاب الموجودة كلهم حقيقة بيشدوا على وجود المسيحي ويلي هو حقيقة حق لأينا نحن ملنطرقين بعكار نحن نحن نشوف أنه لها مسيحي بعكار مش عم بيكون موجود فوق بضاعته لعدة أثبت أكيد التهجير يلي صار بداية الحرب خاصة بالقرأ يلي صغيرة أهلا تركوا شي هجر شي قاعد برات المنطقة عوضوا تققل مرت ستين طويلة نحن بشين هيك عم نجرب قدنا فينا أول شي نجرب نقلهم بنشاطنا يعني نحن ما في عيد ميلاد من 2005 إلى هلأ غير ممنحي كاوة لبنانية وكل الأحزاب إن كان بشجر ميلاد إن كان بيتوزيع هدية إن كان من سنتين عملنا أكبر مغارة بعكار وكان في حضور المشيخ الإسلامي وكله نحن عم نعيش حياة وحدة نحن عم نكون موجودين مع إخواننا المسلمين من وادي خارج لأكروم لفنيدي لببني لكل الضيار متواجدين يومياً وهن متواجدين معنا فهيدا لازم يتمم حقيقة إنه نقل له له المسيحي إنه هيدا أرضك أنت منك طارق علي ولا حدا عم بيقلك ما تكون فيها فيه تقصير مننا نحن نحن أنا بقول بداية الحرب كان فيه غريب الوصاية كان هيدا هدفهم إنما نحن من 2005 إلى هلأ نعتبر إنه صار المسيحي إذا ما عم بيرجع على ضيعته هيدا التقصير منه نحن إذا بدي هيدا الروحي اللي عم نجرب بسه إن كان إعلمياً إن كان بتوجدنا إن كان بعلاقاتنا إن كان بالنشاطات اللي عم نعملها فهيدا يعني منحس حالنا إلى حد ما بلشنا ننجح فيها هيدا شغلي صعبي ونحن بالإخر حزب منا الدولي وحقيقة نحن بير كامل منعرفه من قبل من قليات لما عرفنا إنه استلم موضوع الخريبة كنا يعني حقيقة نحن هالأشي هيدا كتير بتجذبنا لأنه حقيقة هيدا بيجي ضمن عملنا فأعجبنا بالاندفاع يلي بيعمل نشكر كمان سيدة المتران كمان جوج أبو جاودي يلي دايماً بيعمل بصمت هو وموجود دايماً وحياتاً بيعمل بصمت ومنشكره على تعيينه بير كامل فتعرفنا نحن وإيه على هالضايعة هيدا وحبينا نطلع وشفناها وجربنا عدة مرات إنه نضوء إعلامياً عليها وحياتا نحن بها الفترة هيدا عم نجاري بنساعدهم أدماً نقدر إن كان صندوق المهجرين إن كان باعدة المواضيع ممكن إنه نقدر نساعد فيها برجع بقولك حزب نعم لأي مدى دكتور نبيل فضلت وحكيت عن العيش الواحد اليوم يلي هي تحتضنه محافظة عكار الجيري كلمة الجيري هي يمكن ساعدت إلى حد ما كمان بعودة المساحيين في روح الأطمأنان موجودة مية بالمية هيدا القصاد تقولون نحنا حقيقة جربوا بفترة مثلا نحن نعرف نحن أحداثي صارت من سنتين ثلاثة لحد هلأ بلبنين جربوا في بعض الناس يقولوا إنه عكار بقرة إرهاب وبقرة تطرف حقيقة هيدا كله مش مضبوط يعني أنا بنتمي لحزب كلنا بنعرف نحنا حزب نضالي ونحنا حربنا بالحرب تنواجه كل غريب وتنثبت وجودنا بها البلد هيدا لو ما نحنا شايفينه حقيقة عكار هي حقيقة آمنة بشكل جيد جدا بشكل ممتاز وهنا أكيد مشكر كوى الأمنية منشكر ساعة محافظة لأنه نحنا عيشين هالوضع ونعرف كيف هي الأجهزة الأمنية السهرانية ثاني شي نحنا حقيقة في حسن جيري وفي تعايش كامل يعني من وادي خالد لكل أطراف عكار وعايشين سوا كل يوم ما في حزن غير ما منشاركون وبيشاركونه ما في فرح ما في عيد منعيدهم وبعيدونا منحتفي بعيد الميلاد منوزع هدايا بيكون في أطفال مسلمين معنا بإفطاراتهم موجودين نحنا بنعمل إفطار ندعينه لأنه حقيقة نحنا هيدا إيمان حسين أنه هالشي لو نحنا حسين أنه محيطنا مش هيدا هو يمكن كنا بنشتغل ما راح نبطل الشغل بس ما كنا بنحلي نحن نحكي بهالحرية هيدا بهالأناعة هيدا راح نظل نحكي بحرية بس عم نحكي بهالأناعة لأنه حقيقة هيدا شي موجود على الأرض وكل الناس بده أنه نحنا كمان نرجع بقول أنا مش هم نحكي من ناحية طائفية لو في فريق تاني هو مستضعف أو أنه ترك أرضه قصرا راح نحكي نفس الشي سأب بعكار أنه يريد تركوا هن في قات المسيحية وأنا بقلك حقيقة نحنا راجعنا كل سجلات النفوس بعكار في عنا ضيع ضيع بحوالى 80% منا مسلمين فيها 20% أو 10% مسيحية مش موجودين وما بيطلعوا ما بيعفوا ضيعون هن موجودين باللبنان أو بالخارج هيدا حيث عم جارب نتواصل معه تنقل لهم لا شجعون هيدا يعتكون بالآخر مش دورة تطلع تعيش عطول بس شوية شوية بنرجع أكيد كما في مقومة العيشة اللي مش مش بكتمل بعكار هيدا الشيكا من المصنية دكتور نبيل لما رعية عملت قداس وأكبر مصباحة صرات بالعالم يلي عملتوا كان المسلمين بيتقدموا الحضور أكثر من المسيحيين مية بنمية هيدا الصورة يلي حضرتك اليوم عم تنقلع برشاشتنا يعني كمان شفناي حتى بعد 40 سنين من التهجير أنا بديلك أكثر من هيك نحنا عم بيصير مثلا أو اتعرف بعكار في عشائر بيصير في خلافات بيصير في مصالحات نحنا كان نحنا كأحزاب أو كان كرجال دين أو يعني كأكليروس مسيحي عم نكون موجودين حتى بالصلحة ضمن العشالة نحنا حقيقة يعني هيدا الشي جو عيشين وهيدا جو طبيعي صار بالنسبة لقلنا وتتنقل بعكار بالليل وبنهار حقيقة أقمن من أي منطق في لبنان ويعني يمكن بعض الحواس أمنية الصغيرة اللي بتصير عم تصير أهل من لبنان كيف الأهل من غير مناطي كيف المستوى العيش المشترك حقيقة لا جاب مطمئن جدا مطمئن جدا ومثل ما تفضلت وقلت يعني بتلاقي كل ضيعة فيها أقلية مسيحية مش موجودة هني عم بيصعوا أنه يرجعوا على ضيان أبونا كامل من نبشر المشاهدين أنه صحي مع العودة كمانصر في حركة الماء مهمة على الصعيد الكنس اليوم أنتو أنهيتو كبالا كبالا كمانا جديدة للضيعة خبرنا عنا الكنيسة الصغيرة اللي عم تعملوها وهلأ إن شاء الله رح تضيق يعني فيها شجرة الميلاد رح تعمل فيها المغارة ورح نكون كمانا بتصوير هونيكي ونرصد وقاعة هيدا الحدث بالكنسة الأول لألكون بعد هالعودة الكبيرة وهالأشياء الحلوية اللي عم تعملوها خبرنا عنها يا شوالي أكيد بطبيعة الحال أنا منحيي لدكتور نبيل ساركيس يلي شرفنا ويوفد من الحزب وطلوه على الرعي وشيفه الواقع على الأرض ومن هالمنبر أنا بوجه دعوي للكل لأنها منحب إنه كل الناس يدقوا بوابنا كمان نحن ندقوا بواب الناس كلها لأنه بدنا تعاونه كتير كبير وفيشها اللي بدي عقب عليها إلى دكتور نبيل إنه من ال2005 إلى هلأ اللي ما بيطلع على ضيعته بيكون الحق عليه مزبوط معك حق 100% كإرادة ولكن في واقع على الأرض وبشكل خاص عم بحكي عن الخريبة أنا هالواقع مرير جدا جدا مرير على الأرض يعني مش معقولة إنه ضيعة يوقف فيها الزمن من 40 سنة إلى هلأ طفينا الكهرباء سكرنا البيب وقع على الحات وقع على السقف من 40 سنة وفلينا الكابيلا اللي عم نحكي عنها كابيلا ماريوسيف هايدي عمرها مئة السنين بس كانت معمولي من الحجر الطبيعي ومن الخشب على التهجير وعلى الإهمال وقعد وهي ما بتجي لها مساحة 110 مطار كان القرار مع زيارة سيدنا لفوق إنه أول علامة إيامي وأول علامة لتدحرج الحجر عن قبل الخريبة إنه يرفع على الصليب هاي صليب الإيامي وصليب الإيامي وصليب الإيامي وصليب الفرح وبلشنا بستة نيسان لألفان وستعاش بترميم هالكابيلا ببناء لهالكابيلا هلأ فينا نقول إن الأعمال الخارجية كلها سواء عملية بيسعي من الرعية بدعمهم من المطران ولكن كلها سواء كانت بهمة ولاد الرعية ويلي أنا هلأ أوجه دعوة لكل ولاد الرعية خريبة الجرد ولكل أهالي عكار إنه يشاركونها بفرحة الميلاد اللي هو أول ميلاد رح يكون ميلاد حقيقي لضايعة طال الزمن إنها تكون مدفونة ترجع عن جديد هاي طائر الفنيك أنا سميتها الإصابات العاكر الختيارة المجعد وجها يلي عن جديد ربنا عم بيرجع يتذكرها وربنا أقسم كلمة الإصابات أقسم إنه مش رح ينسيها والخريبة مش منسيها وهيدي السنة رح يكون فيه شجرة ورح يكون فيه مغارة ميلاد ورح يكون فيه قديس بنص الليل وأنا بيستغل هالمنبر لأدعي الكل وبشكل خاص تليل ميار ونور الشرق ويطلعوا لعنا ويشوفوا إنه رح يكون فيه ميلاد حقيقي وبعقب كمان على شغلي إيلا دكتور نبيل ما فيش خوف بيعكار نحنا في عيش واحد بيعكار من كل الضياع ونحنا نتحرك بكل حرية وذكرت أنت ب17 إيلول أنه عملنا مسيرة أكبر مسبحة بالعالم من دار ربيا من دار سيد العطاية تحت بالحواش وكان إمام البلدي موجود معنا ووجه له تحية الشيخ حسن الأكومي الحواش منطقة كمان إسلامية إسلامية ونحنا فيه عشرة بالمية بس عشرة بالمية موجودين وموجودين بالبلدية وفي تعايش رش علينا الأرز والشيخ الإمام المعمم قال كلمة حلوة كتير مريمية المسيرة المريمية ومشيه معنا رئيس البلدية منوجه له تحية يلي ساهم ومعنا ساهم وكانوا موجودين موجودين بالإداس وموجودين بالمسيرة هاي الشركة والمحبة كمان هاي الشركة والمحبة اللي هي شعار البطرياري ونحنا منتأمل أنه نعيشها فعلا أنه ترجع لخريبة وكل هالمناطق اللي عم بيحكي عنه دكتور نبيل سركيس لنرجع نعيش الريسالة وطن الريسالة كيف بيكون وطن الريسالة إذا نحنا مش موجودين وإيه الشغلة مظبوطة أهالي المنطقة فوق بدن لخريبة أنه ترجع بقبل أي أمر آخر لخبرك شغلة نحنا في عنا الشباب بيشتله معنا على الأرض ومنه شاب اسمه خالد عدنان طالب وجهله تحية من هون هو اللي عمل الموفي صور بالطيارة وصور الخريبة ونقل الصورة الحلوة بنقلها عن عكار ونقلها كمانا عن الخريبة وبشكل مجاني هو دي شباب هو شباب عكار واللي تهجر لنحنا تهجرنا من عكار مش إنه أهالي عكار تهجروا بعضهم عم بيقلي زميننا وسيم مخرج إنه في معنا ابتصال على الهوى لحن ناخده مع إنه دي الوقت فينا ناخده وسيم مساء الخير مساء الخير مين معنا بس لو سمحت معك حسنة جريز مخرج تجريد أهلا أهلا حسنة تفضلي بس نزوجي على المتن أنا صري أربعين سنة نعم بس عزتني ديني هلأ بس سمعت الأبونا وضيوفك الكرام إنه عم يحكوا هيك فتح قلبي وأنا بحب الضايع كتير نعم وبعيدة عنا وهالأشغال كتير حبايتها يعني شو بتقولي لنه شو يعني شو بتقولي بدي إلو يعطي العيفي للأبونا نعم ولضيوف كل اللي مشتركين بال يعني بهالعمل الحلو أنا فتح قلبي صدقيني لأني كتير عم ببكي لأمس معتا هيك عم بقاتي عم تطلعي لفوق بتحبي تطلعي لفوق على الأخريبة؟ أنا صاري شي سنة ما طلعت لأن أمي وبيي إجلوا جابون أهلي عكسبة للماما أقصروا شوي وصاروا يضايعوا نتفي باية جابون عكسبة أهلي أخواتي هلأ لازم تطلعي على العيد بدي أطلعي على العيد شكرا لقالك حسنا دكتور نبيل كيف راح تكفو سراتيجية الحزب ببعض البلدات الأخر المتبقي؟ قبل ما كافي حقيقة أنا معطيت خريبة حقها لأنه نحنا حقيقة بزيارتنا لخريبة تأسرنا كثير ويعني لما بتلاقي هالبيوت متوضى للأبونا أنه من 40 سنة حقيقة موقف في الزمن لما بتلاقي أنه في بعض الناس بعمار متقدمة يحافظوا على وجود هالضايعة هاي دي بتطلعي بتلاقي بيوت يعني حقيقة بيوت منطين مهدمة بس بتلاقيها كلها مزروعة حد بعضها تتعرف يعني هالفلاح والمسيح الفلاح كيف كان يعيش حد بعضه تيحمي حاله من العوامل الطبيعية من كل العوامل هاي دي وهالضايعة زيتها بنشوفها كلها راحت على نفس المنطة لأنه حقيقة بديوا يدلوا مع بعضهم أنا دي قلت بكلمتي كمان حكينا هيك كلمة صغيرة أنه في كتير ناس وقفوا عبويب السفرات تقول لا نحنا ولاد عكار دي لاينا هوني وردنا نرجع على عكار وحقيقة الخريبة موقعها كتير جميل بتستاهل أكتر من هيك وإن شاء الله بالوزارة الجديدة وسائب عنا وزير مهجري نقدر نتفاعل متى نتفضل لأنه في قوانية بيحقل له هالضايعة هاي دي تعويضات كل البنية التحتية مش بس تعويضات نحنا بضيع المهجرة إلى حق بإراءة للوزير أنه كل البنية التحتية تتأمن من ماء من كهرباء من طرقات هاي دي حق لقلون ومبسطنا وكنت حضرتك بالضايعة بتلاقي هالورشة هالبيوت هالدامي وتات أربع بيوت عم بيطلعوا هلأ ضايعة محل ما فيها ما في شي حتى ما بدأ نحكي بسيدالي بأكتر يعني دكتور نبيل الشي اللي عم تأموا في أنتو كحزبونيك بالمنطقة شي كمانا كتير مهم وعم تساهموا بعهودة المسيحيين لجزولهم لأرضهم يعطيكم ألف عافية نحنا رح نكفي معكن أكيد متابعة لترهى النشاطات اللي عم تأموا فيها لما تعود بالخير على محافظة عكا وشكرا لك دكتور نبيل بيشكر أنا كتير تالي الميال حلوة تاشتك لأنه حقيقة أنتو لبيته هيدا واجبكن وواجبنا بس حقيقة أنتو جاوبتو وكنتو موجودين بالرغم وعورة الطريق وقضيتو نهار وعم تتابعوا الموضوع وهيدا يعني أكيد هيدا التزام ونحنا متشكركم ونحنا سوا إن شاء الله بهالمشواء شكرا لك دكتور نبيل كمان أبونا كامل أنا بدي أشكرك على حضورك كمانا بعرف أنه قلبك على الخريبة وعلى أبنائها البلدة إن شاء الله مثل مقلب من نجحة عن عمّر الخريبة بي على أجبيلنا أنا بدي أشكرك على حضورك لأني عارضي عن التعبير من هالكلام المؤصل عن هالبلدة أنا بدي أشكرك ستليا باسمي الشخصة وباسم كل أهالي بلدة الخريبة وكل الأشخاص المجروحين وكل الأشخاص المتركين الخريبة هي أم خط ياريد بس ما منتركها والأم بتتجدد شباب لما بتشوف أولادها حدها فمشان هيك أنا عندي أمل كتير كبير بالعهد الجديد لأنه المهام الوزير الأساسية وهي دا حقنا رح نقل له للوزير اللي هلأ بده يجي مين مكان يكون بك تنتبه في ضيعة في ضيعة بعكار إلى حق مثل أي ضيعة تاني لأنه من مهام الوزير إقرار مشاريع الأعمار والمساعدات وأولوياتها بقرار بيصدر عن وزير المهجرين هيدا القرار حصلنا عليه نحنا من الوزير أقليل شبطيني بس بدنا يتطبق الوزير هو اللي بحط البرامج نحنا ما بدنا بس تعويض تعويض بسيط في عنا بنية تحتية مش موجودة لأنه من 40 سنة لحديث هلأ تغيرت الحياة كليا كان يمكن بتضيعها كلها سوا في سيارة هلأ كل البيت في 4-5 سيارات يعني في طرقات في أقنية في شبكات ماء في شبكات كهرباء هاو دي كلهم سوا هن الأساس لتشجيع عودة هالأهالي ناس تعورت على الكهرباء كيف من إلهم طلعوا عدوا بيضياع كنوا ما فيه كهرباء اتعوضوا على المطار اتعوضوا على على الديش على الانترنت هيدا الجيل الجديد كيف بدي أرجع أنا شجعه ويرجع على ضيعته عكاري عدم قاسي يا أبونا ما اختلفنا نحنا ما اختلفنا بس نحنا العكارية كعكار عم نقول محرومة نحنا طيفة الحرمين وحكاية حرمين عكار بس بيكفي بقى بيكفي أنه تنحط عكار على الخارطة على خارطة الإنماء المتوازن وهون كمان بوجه لرئيس الجمهورية العماد ميشيل عون أنه يزورنا ويزور عكار كما بوجه تحية للبطريارت بطريارتنا مربشارة بطرس الراعي يلي وعدني ببكركي أنه يزور الخريبة خصل الخريبة بزيارة نحنا ندعي لك سيدنا البطرق كمان شكرا لألك أبونا ومع كلمة كفا كمان اليوم بنا نختلف كفا خلاص برنامجنا وقفة موقف كمان جدد شكرا للمختار بردي نبيل الغصن أيضا وكل المتابعين لبرنامجنا وخصوصا اليوم أهالي عكار مشاهدين من ذاكركم بإعادة بس هذه الحلقة يوم غد عند الساعة الثالثة ظهرا عبر فضائية نور الشرق وعبر البس الألكتروني www.nursa.tv شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء شكرا لطيب المتابعة